السلام عليكم. البارح ثلاثات نوتاشوت وجهنا المحكمة الإدارية وقدمنا لها عريض الطعن ضد قرار الرفض الأول اللي ترشحنا اللي علنت عليه هاي الانتخابات النهار سبكي فاته. عريضة على درجة عالية من الإتقان والحجة. نحب المناسبة هذه نتوجه بخالص الشكر باسم الخاص وباسم كل مناصرية ترشح للأستاذ المحامية ويدادة البدوي وجميع أعضاء الفريق القانوني خاصة اللي عونونا من ورأة ستارة. الطعن بتاعنا رد بشكل صارم وواضح على كل المطاعن الشكلية اللي تقدمت بها هاي الانتخابات باش تبرر رفض ترشحنا. الطعن استند إلى ثقة قضاء لن يقش فيها وقدم مؤيدات لا يرقى لها الشكل بخصوص خلوم لفنة من أي مطاعن جدية أو نقائص من شأنها إسقاط الترشح. بينا لجناب المحكمة بالحجة والدليل أن مبريرات هيئة الانتخابات فاقد الجدية. والهدف منها فقط التغطية على القرار السياسي اللي إخذات وزارة الداخلية واللي وراها باش تمنعنا من الترشح عبر حجب البطاقة الثلاثة. قدرنا الملف كاملا للمحكمة الإدارية. وعننا ثقة كبيرة في أن المحكمة باش تحكم ضميرها وتستند لفقها القضاء الواضح وتحكم للحق والعدل من غير أي خضوع لإرادة أخرى غير القانون والضمير. عنا ثقة كبيرة للمحكمة الإدارية اللي هي ركيزة رئيسية من ركائز السلطة القضاية مش الوظيفة القضاية. واللي هي آخر معقل من المؤسسات الدستورية للجمهورية بعد أن تم تحتيم أغلب المؤسسات. مش تكون في مستوى اللحظة التاريخية المصيرية للدولة التوسية وفي مستوى انتظارات التوانسة المتمسكين بعلوية القانون والحق في تقرير المصير والتداول السلمي على السلطة. في انتظار قرار المحكمة صالحنا وصالح الحق نحب نعلم كل الناس اللي اعطاتنا ثقتها وشاركت في الهبة الشعبية العظيمة خلال السبع اللي فاتت. حبة الأمل نحب نعلمكم أننا ننطلقوا بداية من اليوم في مرحلة استعداد مكثف للحبلة الانتخابية ولإعداد قائمات الملاحظين في مختلف المراكز الانتخابية داخل بلاد وخارجها. ونطلب من كل المناسقين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي اللي لعبوا دور جبار في مرحلة تجمع التسكيات واللي تبنات على يديهم الهبة الشعبية الكبيرة واللي نجحوا في كسر حاجز الخوف أن ينطلقوا من اللحظة في هذا الجهد متوكلين على الله لأننا أملنا في المشاركة في المنافسة الانتخابية كبيرة. نحب ندعو كل أنصار التغيير وإعادة البناء للتطوع لفرض رقابة مواطنية وطنية صارمة على جميع مراحل العملين الانتخابية حتى تكون الانتخابات عندها مصدقية وحتى نمنع تزوير إرادة الشعب. لأيام جاي بش تكون أيام عمل مكثف وجهد جبارة على جميع الوجهات الهيكلية والمضمونية والبرامجية والإعلامية استعدادة لمرحلة الحملة الانتخابية اللي بش ندخلوها بإذن الله وكلنا أمل في انتصار الإرادة الشعبية انتصار يغلق قوس الفشل والشعبوية والتفتين بين التوازن ويفتح صفحة الأمل في مستقبل أفضل لتونس. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة